السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام بكم وتابعنا الكرام. اليوم ان شاء الله معنا الريسيفر ده. ريسيفر بنسبورت اس الف. طبعا المشكلة كانت في الريسيفر كان بيشتغل معه. بيفتح اللوجو على الشاشة. لكن ما بيكملش بعد كده. يعني كان بيفتح اللوجو وبعد كده بتيجي الشاشة سودة. وما بيشتغلش صوت او صورة بعد كده. كان دي المشكلة اللي فيه. طبعا انا ما كنتش متأكد من مشكلة عشان اشاركها مع حضراتكم واتصور الفيديو مباشرة معايا. لكن بعد ما عملتهاها ببيت اشاركها معكم بحيس كان الشاشة بتيجي سودة زي كده. بحيس الناس اللي حبها يعني تعرف المشكلة او المشكلة دي عدت عليها تعرف المشكلة عندها منين. طبعا المشكلة في الجهاز كان بيجي الشاشة سودة زي بعد كده. وكانش بتيجي معايا. ليه صوت البحس جر البحس دي معايا المففوضة الطبيعة وبعد كده دي سفر بيفتح معايا. اه اللي انا عملته اه قمت اخدت الهوت اير طبعا نضفت اه شوية في الرسيفر هنا في المنطقة دي. واخدت التسخين بالهوت اير هنا على المعالج زي ما هو كده. حطيت مادة معايا هنا من اسفل. من الجنب التاني من هنا. وبتدي تسخن بالهوت اير. شوية. لحد ما طبعا المعالج سخن معايا سخن سخنة عالية. وبعد شوية لقيت الجهاز ابتدى يبوت معايا ويفتح معايا بالطريقة دي. وفصلته وشغلته كزا مرة. بيشتغل عادي مفيش في مشكلة. فلو حصلت معاك المشكلة دي دايما الجهاز بينه صبرت ده. تقوم مشكلته في المعالج. يعني بقعد التسخين. عمتا يعني في مشكلة كتيرة بتحلها. حتى لو الجهاز فصل معاك خلص مش شغال لمبة خضرة ولا شي. يعني لو لمبة الخضرة مش شغالة معاك. برضو نفس الوضع هي هي المشكلة. هتبدأ برضو تسخن على المعالج تسخين خفيف. يعني نخلي يسخن شوية كده حد الجهاز ما يشتغل معاك واللمبة الخضرة دي معاك وتشتغل يشتغل معاك الجهاز زي كده. فهي مشكلته دايما بتبقى فيه المعالج هنا. فبتسخن عليه بيشتغل معاك دي عن تجربة يعني. يعني نتنى ريسيفر بنفس الوضع كده. ويشتغل معا ريسيفر بعد التسخين. بدون اي صيانة وبدون اي شيء. وبيشتغل صفر عادي زي ما هوضح قدام حضراتكم كده. فطبعا بعد ما اتحلت المشكلة حبيت اشارك الفيديو ما حضراتكم بحيس اي حد يستفيد منه او اي شخص بيبحث عن مشكلة زي كده مسلا كانت الصورة عندي بتم صورة والصورة. مفيش لصورة ولا صورة بيظهروا عندي بعد الجهاز ما بيباوت ويجيب علامة بنسبورت. الجهاز هيشتغل معاك دلوقتي زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. طبعا هو اللوق ده بيبدأ يحمل باخد شوية. بيقول لك تحديث البرامج زي ما هوضح قدام حضراتكم كده. بيغفر شوية لحد ما بيفتح. لكن بعد ما بيفتح بيشتغل الريسيفر معاك عادي. ما فيش مشكلة ان شاء الله. حلال هنا بقول لجاية تحديث النظام. ابتدى الريسيفر يفتح هو. مش هيك على البطاقة والريسيفر يشتغل معايا. تمام. زي ما هوضح قدام حضراتكم كده. اشتغل الريسيفر معايا تماما فيش مشكلة. وده فيديو حبينا نشاركه مع حضراتكم. اي حد عنده تعليق او استفسار اتركوا اسفل فيديو. خلوش عينا بالصلاة السلام على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد على اهليه وصحابه وسلم. توقفوا في راعات اللي انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.